أعلنت الشرطة الفرسية الجمعة منع تظاهرة السطرات السفر في جادة الشونز إليزي في باريس والمناطق المحيطة وذلك يوم السبت وكذلك في محيط منطقة تضم قصر الإليزي ومقر الجمعية الوطنية ويأتي القرار في أعقابي المواجهات التي جرت السبت الماضي مع الشرطة وتعرض متاجر على هذه الجادة للنهب ويعارض أسطرات السفر السياسة الاقتصادية والاجتماعية لرئيس سيمانوال ماكرو شكرا